موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشباب جيناكم بفيديو باتش نوتس جديد 7.17 هذا الباتش اللي هو قبل الباتش حق الوردس اظن حنخش في باتش 7.18 و 7.19 يمكن وبعدين الوردس بكل حالة الباتش هذا مرة صغير يعني ما كان فيه اي حاجة صراحة مفيدة انا ما يعرف ليش نزله اصلا كان الشيء الوحيد اللي كان فيه والله يلازم ننزل للشامب الجيد اللي هو اورن. اورن نزل انا ما اشرح شامبين زيداد اللي بدولة شامبين زيداد يروح للقناة رادي جيمز العادة يتكلم عنه وينزله اول باول دريفن استهوله نيرف غريب صراحة الادوريشن لو ستاكس لما تموت كانت تخسر 50% من الساكس اللي عندك سارتخسر 75% من الساكس اللي عندك القول دون شامبين كل كانت تاخد 50 سارتاخد 25 زيادة اللي هو البيس هذا عشان ال باسف حقتك يعني بغض النظر الناس كثير هايقولوا والله دريفن او بي دريفن مش او بي دريفن سيئ جدا في الهائلو يعني اين والله بس هم الناس اللي هم يلعبوا مين دريفن ممكن بس لا نشوفه في السياس ولا نشوفه في اي جيم تلاعب زي الناس اللي قدم فالنيرف هذا موجه لسولو كيو يمكن حتى اللوي لو فيه ناس بتشتكي ما نعرف صراحة ما يستاهل نيرف ابدا ما يستاهل نيرف لانه وضعه مرة بلاست الادوريشن حقه او الباسف حقته يعني يمكن اسوأ باسف في الجيم لانه اي احد يقدر يوقفها كله لازم تسويه انه لازم تكتره في اي وقت يعني سووه له كامب بشي طلعته ببره الجيم نهائيا واذا ما اتفيد من بتاعة الجيم زي الناس اللي قدم ما هيقدر يسوي طول الجيم في كل حالات نيرف مش محلو صراحة هيفرق معه ما هيفرق معه ولا شي ازريل طوله بف الكيو حقته من 1.1 إلى 1.25 تاكدامج البف هذا ما هيرجع في الجيم نهائيا ما زال اللي بيلعب ويلعبه عشان فلا بس ما هو في الميتة نهائيا كل الشامبيونز اللي هم كريت حاليا احسن منه الاداء حقهم احسن والسكيليبليتي حقتهم احسن يصيروا اقوى منه نهاية الجيم هو حقته ميد جيم كانت والشامبيونز اللي دا حين يلعبوا كريت حقتهم ميد جيم اعلى منه ويوصلوا بارخص منه احيان لازم تشتري ترينيتي فورس عليه ما زال يعني ما عد نشتري تاني البلوبلد تشتري ترينيتي فورس عليه بعد ان تشتري المرموني وتكملها الاتم التالة بليد اف درون كينج عشان تكمل الاتمين الاولى تجيب انفنتي اجو ستعتكشف ارخص عشان كده يزريل برا الجيم نهائيا حاليا هذا ما هيرجع في الجيم ولا حيسوي لو ايجي هكريم سوول الالت الفير كان واحدة ثانية صار 0.75 ثانية في داية الجيم يصير 1.5 seconds نهاية الجيم باستون هاو فار هكريم ترافلت يعني كل ما جيت من بعيد يعني كل ما كنت ابعد كل ما زاد الفير كل ما يعني اذا سويت مثلا الالت وانت قدامه بسرعة على طول زي كده الفير حيكون قصير اذا سويت الالت مرة من بعيد الفير حيطول اللي يحب العبو هكريم يحسب حسابه الليونة الباسف حقتها حقتها المارك ديوريشن كان يجل ثلاثة ثوانية ونص دا حين صار يجل ثانية ونص الدامج زاد حبتين عشان قصروا ديوريشن حقتها الكيو الكودان حقوها خلوها 6 ثواني بدل ما هي 9 ثواني بدأت هذا بفلي الليونة عامة في الايرلي جيم والشامبين الايري في لعب معها حيشير كويس طبعا الليونة كلنا عارفين مرة كويسة في لويلو تستمر مرة كويسة في لويلو ما هيفرق فيه السياس ولا حتى نشوف موكاي ساب ماجيك نو لونجر برقس وين موكاي اتاكس اوارد هذا يوزلس الباسف حقتها ما استغلوه متضرب وارد يقولك ارغوت هاده دوريشن ما فرق ال اي هاده برضو ما فرق بطالية بفور ارغوت كاست ديسايدن ارغوت كاست ديسايدن ارغوت كاست ديسايدن ارغوت كاست ديسايدن هاده كلها تعديلات يعني على بس عشان ينظفوا المشاكل مو المشاكل يعدلوها لا هي بفات ولا هي نرفات بس تصليح slow duration of reactivation window ال R ال slow duration بدل ثلاثة ثواني صارت اربعة ثاني Z سوالو بف مرة عظيم من 644 و و و و و و و من اربعة ونص سانية لخمسة ثواني طبعا هذا بف يمكن بسيط بس ها هو يمكن هاده اللي كان يحتاجه زد عشان تشوفه ديحين كل جيم زد هنشوفه كل جيم بعد الباتشادة بعد البف هاده التعديل هاده على base attack speed تساعده ان يكتل التانكس اسرع لانه ثلاثة اربعة اللعيبة اللي زد بتزعت في الميت هدا حين يلعبوا حول العبريتيز حقه تبدل ما يسووا اتاكس فالبف هاده في الليت جيم حيديله شوي اسكيلابريتي لانه كان فهاده هتعطيه الامكانية انه والله يقدر يلعب قدامهم ويتعامل معهم احسن حبتين شوي بكل حالات بف لزد مرة كويس حيرجع الجيم زيادة حبتين والمفروض انه نشوفه اكتر الاردن سنسر attack speed buff نقصوها بدل ما هي تبدأ بالعشرين الى 35% خلوها 25% طور الوقت هاده بوف ايرلي جيم هيأثر مرة كثير على الاردن سنسر في نهاية الجيم في كمية الدامج اللي حيسوي بس في الاردن سنسر ما هو مفيد مرة في البداية قد ما هو مفيد في النهاية فيمكن التعديل هاده هنتخلي utility supports ما ينشافه كثير الفترة الجاية طبعا الميتا متجهة انه والله فاكرين الباتش اللي فات الستة شهر اللي فاتت كلها كان كان الفوكس والميتا في السبورتس اللي هما لولو نامي جانا وهكذا بعدين تقدموا بعدين جات التانك ميتا بيسووا بفات لكل الميلية اللي هم السبورتس اسووا نيرف للاردن سنسر احتمال كبير عشان النيرف هذا مو معد حنشوف اليتريت السبورتس بس حد اناشوف الميلية السبورتس أكثر القرقويل stone plate for example فكسوا باق ما في شي ضروري health هذا بس حلو مشكلة كان في باق وصلحوا الـ preferred item slots for speed preferred item slots اذا انت في عندك دائما انا مثلا لما اشتري الـ الورد ابا احطها في رقم ثلاثة فدحين في الـ الـ محل في رقم ثلاثة فمن يوم ما تشتريها انت من السوق يحطو لك اياها في رقم ثلاثة بدل ما كل مرة تشتريها بدل تحركها من محل لمحل داني اظن في طريقة من الـ تروح على الـ تختار الـ يقوم يحط لك اياها الـ 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 دائما لما اشتري الـ دائما لما اشتري الـ 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 فرقم واحد فرقم واحد الونر هذا ماهو ضروري الهانتف دبلاد مون هينزل هانتف دبلاد مون في الويكند الجاي و اللي بعده بولشت بولشت ابكومن افنن نيو سكين ستار غاردين ستار غاردين جديدة هدي حقه خكرية صراحة بزات هذا حقه سريره بعد كده نيو جيم مود اللي هو الانفاجين فيه جيم مود جديد كده فلا يستهبل صراحة شكله فلا اللي ما تفرج عليه ان شاء الله يشوفه قريبا الماتش هستوري اتسباب نهو الابدات ماتش هستوري هادي ما في تغيير البكفيكسز ما في اي شي ضروري بعدها نيو باكسفر هينزل قريبا هينزل نيو باكسفر عايز ليتد تايم هيكون لمتد لوت اسكلوسف سكين كرافتبل و 10 جيمستون هيكون موجود بس لمتد تايم من 31 ثمانية الين تمانية واحد ثلاثة شهور حيكون موجود مره مره موليمتي ديان وما هتقدر تاخده إلا بالجيم ستونز أو مو بالجيم ستونز حيكون ما هتقدر تاخده إلا من الهكس سواء بالجيم ستونز ولا في حالاتي كده وضعيك فمرة جيد يجي في كل الحالات وبكده يا شباب تخلصنا البلتشنوس الصغير هذا كان زي ما قلت لكم بلتشنوس مرة صغير لا تنسى تسريم اليومي إذا عجبك الفيديو هذا اشتركوا مع أصحابك عشان إن شاء الله تستفيدوا نستفيد جميعا لكم الصحة العافية ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة